في نهاية المطاف لا يصح إلا ما تعرفت عليه قوى العملية السياسية ولا تسير إلا وفق القسمة المعهودة منذ عام 2003 فبعد أكثر من عشرة أشهر من الانتخابات البرلمانية وما تخلى لها من صراع سياسي شديد كاد أن يعصف بها يعلنوا تحالف الفتح عن اتفاق الكتل السياسية على المضي بتشكيل حكومة جديدة وفق مبدأ التوازن والتوافق أي بعبارة أوضح العودة إلى مربع المحاصصة الطائفية وبالتالي لا تغيير ولا تبديل وإنما التزام بالمبدأ الضامن لاستمرار العملية السياسية وخيار واقعي انهارت أمامه أوهام التغيير التي تعلق بها بعض الحالمين بانفراجة من داخل منظومة الفساد والاستبداد وبحسب إعلان تحالف الفتح عن الوصول إلى اتفاق لتشكيل الحكومة فإن الإطار التنسيقي استطاع أن يقنع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بمشروعه الحكومي حتى وصل إلى هذا الاتفاق وذلك باعتبار أن التوليفة السياسية ستحتاج تعديلا بعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية ومع ذلك فإن كل المؤشرات تدل على أن إي مرشح لا يرضى عنه الصدر لن تكون له مقبولية عند حسم الخيارات بين أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة تقاسم الحقائب الوزارية والمناصب السيادية لن يخرج عن دائرة ما تريده إيران ولن تحصل الكتل الشكلية إلا على ما تعطيها لها الميليشيات النافذة ورغم أن المعطيات تشير إلى أن الكتلة ستصل بالنهاية إلى تشكيل حكومة ولو كانت متأخرة إلا أن شيخوخة المنظومة الحاكمة قد تعطي انطباعا مفاده أن الحكومة القادمة قد تكون الأخيرة للطبقة السياسية التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي ترجمة نانسي قنقر